في موضوع آخر أعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أمس الأحد وبمناسبة يوم المرأة العالمية أنه سيتم تعديل قانون الأسرة الذي تعتبر منظمات حقوقية أنه يتعامل مع المرأة الجزائرية كقاصر مدى الحياة وقال بوتفليقة في رسالة تليت باسمه لما كان قانونا للأسرة غير منزه عن الثغرات وعلما بأن الطلاق أصبح ظاهرة متنمية في مجتمعنا أمر الحكومة بتكليف لجنة من أهل الاختصاص بمراجعة وتعطيل مواد القانون المذكور ذات الصلة بالطلاق التي تحتمل عدة تأويلات وذلك بما يضفي عليها الوضوح والدقة ويسد الثغرات ويضمن حماية حقوق الزوجين والأولاد وأقر قانون الأسرة في الجزائر عام 1984 وتم تعديله عام 2005 وهو مستلهم من الشريعة الإسلامية وترى منظمات جزائرية عدة تدافع عن حقوق النساء أن هذا القانون يتنافى والدستور كونه لا يحترم المواساة والمساواة بين المواطنين سعيدة بناب عضوة بلجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني وأيضا نائبة بيل برلمان عفوا تحضر معي للحديث عن هذا الموضوع أهلا بك سيدتي أهلا بك قبل أن نبدأ النقاش نرحب أيضا بسيد بوجناح أهلا بك سيدي أهلا بك إذن سيدتي اليوم العديد من الناس يرون أن هناك لبس في تعديل القانون الجديد ربما لو تحدثنا عنها شكرا فعلا هذه ربما مناسبة أولا لكي أتوجه لكل النساء الجزائريات وكل نساء العالم بالتهنئة بهذا اليوم الذي أصبح كعادة عندنا في الجزائر في كل مرة نكتسب فيه أشياء جديدة وحقوقا جديدة ونحن لاحظنا في السنوات الأخيرة وكبت هذه القرارات والقوانين التي جاءت من أجل منصفة هذه المرأة الجزائرية التي هي الزوجة والأم والأخت والبنت والتي هي كذلك كانت المجاهدة والشهيدة وهي الآن تبني جنبا إلى جنب مع أخها الرجل هذه الجزائر العزيزة علينا وبالتالي فربما كما قلت يا أخي فعلا لحظنا ونحن نتجول في الشارع نايب هو كذلك ممثل الشعب ويستمع إلى الشعب استمعنا أن الكثير ربما الكثير من الالتباس حول هذا القانون لأنهم ظنين أن هذا القانون جاء للدفاع أو لخلق معركة بين الرجل والمرأة هذا غير صحيح فعندما نتمعن في مشروع القانون نجد في روح القانون أن الهدف منه هو استقرار الأسرة الجزائرية فبحماية المرأة نحمي الأسرة ونحمي الطفل وبالتالي نحمي الزوج طيب سيدتي فقط هناك العديد من المواطنين يعتبرون أن هذا القانون جاء ليحمي فقط المرأة والابن وترك الرجل لا اسمحني نقول لك فقط عندما نتمعن في عدة مواد حتى أننا نجد وبقية المادة فيما يخص الصفح تدل على أن الأهم من كل هذا هو توازن واستقرار واستمرار الأسرة الجزائرية وبالتالي فعندما مثلا تلقى في بعض المواد يقول لك عندما المرأة تضرب ويعاد ضربها يعني تكرار وبحضور الأطفال ما رأيك أنت؟ ماذا تنتظر من ذلك الطفل يعني؟ ما ننتظر منه الكثير لأنه سوف يعيد بعد ذلك يعني نفسيا هناك أثر نفسي يؤثر عليه بعدما يكون كبير رح يعود نفسه نعم وبالتالي فالقانون كمجا ومجاش فقط هكا من فراخ القانون جاد أولا في إطار إصلاحات سيد الرئيس الجمهورية ولكن بعد تقارير عديدة وبعد إحصائيات عديدة أكدت أن المرأة الجزائرية تضرب وتهان وما هو موجود في القانون الجديد هو سواء كان الضرب الجسدي العنف الجسدي أو اللفظي وحتى النفسي وكذلك التحرش الجنسي في الأماكن العمومية وفي العمل وهذه ما نقدره نغطيه الشمس بالغربة الموجودة حقيقة موجودة وبالتالي أنا كنت أنا نستنى وأنا متأكدة أن أخي الرجل هو المدافع على هذا القانون والحمد لله كانوا نواب كثير في البرلمان لي صادقوا وصادقنا يعني بأغلبية كبيرة حكس ما يقال في الصحافة أن يعني النصاب لم يكن متواجد فهذا غير صحيح النصاب كان متواجد والعدد كان كبير والإخوة الرجال كان أكثر من نساء دفعاً على هذا القانون طيب سيدتي يعني اليوم قانون الأسرة تعرض إلى عدة تعديلات يعني وكأنه تعرض لعملية قيصرية لماذا يا ترى؟ لم يتعرض للعديد إحنا كنا القانون الأسرة كان عنده تعديل اللي كان آخر تعديل في 2005 ما كانش تعديل لكن رسالة سيد رئيس الجمهورية البارح لأننا نستنعوه وكانت هدية من طرف رئيس الجمهورية لكل النساء الجزائرية ومن خلالهم للأسرة الجزائرية هو أن نطلب ضرورة تنصيب لجنة للبدء في التفكير عن إجراءات جديدة في القانون فيما يخص الطلاق لماذا؟ وهذا كذلك شيء كانت المرأة عندما تطلق تعود إلى بيت أبيها بأولادها وفيه وإحنا عائلة جزائرية نعرفه بلما نقبلوش الآن المرأة تطلب الخلع نسبة الخلع في الجزائر قد ارتفع ربما النوع ما هذا كذلك مدام هو مسموح به قانونيا فإحنا نخليه الاستقلالية للقانون للقضاء القضاء هو اللي يحكم هو اللي يعرف وبالتالي ما نقولوش لأنه عندما سبح الخلع موجود كتر الطلق لا الطلق ظاهرة الطلق موجودة وهي كثيرة وتزيد لكن أنا ما نطلبه الآن من خلال الاستوديو تعكم نقول قبل ما نوصله للطلق لابد من مش الصلح اللي تندار يدير القاضي لكن وحنا اقترحنا حتى في اللجنة كتوصيات أنه تكون عندنا جلسات علاجية للأسرة للزوج والزوجة لأنه في بعض الأحيان الطلق يكون على سبب يعني تافه ثم يكبر ثم يكبر وبالتالي مختصين في علم النفس رح يساعدوا هذه الأسرة باش يعاودوا يعرفوا المشكلة تحهم وينه حنا ما كان حتى مرة تحب تطلق ما كان حتى مرة تحب تكون يعني بعيدة على زوجها ولا على أولادها كلنا نحب العائلة تكون مستقرة لكن لهذا الاستقرار نحتاجه كذلك إلى أننا نبقى نتكلم مع بعضنا لكن أبغض الحلال عند الله طلق يعني حتى الله سبحانه وحلله لأنه يبقى الحل الأخير لكن المرأة الجزائرية أبدا ما تقبلش أنها تفكك أسرتها ولا تفكك وهذا كذلك بالنسبة للزوج للراجل كذلك وبالتالي أنا نظن أن مكتسبات المرأة الجزائرية الحمد لله اللي وصلت لها الآن هي ما زالت مطالب عند المرأة الأوروبية وعند المرأة العربية والقانون هذا سمح لي فقط كلمة هذا القانون اللي جاء به تعديل مرنش أول بلد اللي قدمته فسبقتنا تونس ومصر والعراق والأردن وبالتالي وكان بلدان أخرى وحنا يعني قانون مجاشي هو قانون ردعي صحيح لكن رح يكون لي بعض الحالات مرحش يكون لي كل الحالات نعم طيب سيد ساعدة بوناب يعني لو تعطينا أهم التعديلات إذن أهم التعديلات قتلك اللي جات هي عندها علاقة بالعنف الجسدي وهناك أربع حالات يعني العيقاب يكون بالدرجة الأولى التانية التالتة ورابعة في الحالتين التالتة والرابعة لا يمكن في حالة العود في حالة التكرار في حالة إذا كانت المرأة حامل في حالة إذا كانت المرأة معاقة وفي حالة إذا ضربت المرأة أمام أبنائها فهنا يكون العيقاب مشدد كذلك كان جديد في القانون وهو حتى بعد الطلق في حالة ما إذا تعرضت المرأة إلى عنف من طرف زوجها السبق كذلك هنا القانون تكون العقوبات بالنسبة للتحرش الجنسي وهذا مهم جدا في المهنة في المعامل ولا في ركتشوف المضايقات اللي راي تعاني منها من طبع يعني من كل الطرفين سيدتي من كل الطرفين لكن لازم يعرفوا الشباب لأن واحد الشاب قال يعني ما لازمش يزنج نخزره في مرأة لا لكن كيفش بجانب تربوي مهدب يعني حتى أصبحنا ما قدرواش نمشيوا مع أبنائنا في الشارع نسمعوا بعض الكلمة الكريهة وهذا راجع للتربية وإحنا الشعب الجزائري دخيلة علينا مثل هذه الحالات فمدى بنا نرجع وشالله كيما كنا بكريه اشتركوا في القناة